خطوة جديدة نحو مناهج تربوية قويمة وضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطوير العمل التربوي وانسجاماً مع خطة مركز القياس والتقويم التربوي أقيمت ورشة عمل حول القياس والتقويم وفق المعايير والمناهج المطورة بمشاركة اختصاصيين تربويين من مختلف المحافظات وموجهين وممثلين عن مديريتي الامتحان والإعداد والتدريب ستكون هذه الورشة هي ركيزة للانطلاق وتأمين حقائق تدريبية ومن ثم تأمين مدربي لنصل إلى كل الميدان التربوي فللأسف الشديد يعني القياس والتقويم السابق كان يعتمد أكثر على قياس المستويات تفكير الدنيا خاصة ما يتعلق بالتذكر والحفظ وواء إلى آخره نحن ما نسعى إليه أن تكون مخرج المنظومة التربوية نعمل بالأساس على قياس مستويات تفكير العليا طبعا في العام القادم سيطبق المرحلة الأولى من المناجي المطورة وفي ذات الوقت سيكون هناك تطبيق القياس والتقويم والآلية الجديدة إن شاء الله مع تطبيق المناهج وسيكون هناك تطبيق مرحلي بحيث نكون إن شاء الله في السنة الثالثة عندما يكون هناك الطلبة في الصفوف الانتقالية قد اعتادوا على أساليب القياس والتقويم الجديدة في ذات الوقت يمكن عندها أن نطرح هذا الأمر إعادة النظر كاملا في بنوك أسئلة خاصة الشهادات العامة شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية العامة هذه الورشة سنسعى من خلالها إلى وضع أساليب حديثة وأساليب جديدة في عملية القياس والتقويم وهذا التقويم سيكون لثلاث جوانب أساسي وهي تقويم المناهج المطورة وتقويم أداء المعلم من جهة ثانية وتقويم أداء المتعلم وفي سؤال للإخبارية حول مناهج الرياضيات الجديدة وأسبل تقويمها للشهادة الثانوية بعد عدة شكاوى قدمت من المعلمين والطلاب على حد سوها نحن وضعنا الآن خمسة نمازج مع سلانم التصفيح تم وضعها على موقع الوزارة على مركز تطوير المناهج وفي ذات الوقت لن نقفز قفزة كبيرة في القياس والتقويم التربوي في هذا العام هذه ناحية ناحية أخرى الآن من خلال أعلنها لأول مرة طبعا سيكون هناك امتحان نصفي موحد لمادة الرياضيات على مستوى القطر وتم تحديد هذا اليوم أن يكون اليوم الأول من الامتحان لفصل الموحد لجميع مدارس القطر العامة والخاصة وقد لجأنا إلى هذه الطريقة حتى يعتاد الطالب على سلوب الامتحان خاصة وأنها مادة جديدة ومادة أستطيع أن أقول وزنها النوعي أكبر من غيرها في العلمي ستماء الدرجة لذا هناك توجس خوف من قبل بعض الطلاب وأولياء الأمور أنا أقول الآن ما سمعته حول مادة الرياضيات لن تسمعه في قادم الأيام تأتي هذه الورشة استكمالا لعملية بناء المناهج المطورة وانطلاقا من أن التقويمة جزء لا يتجزأ من عملية تطوير العملية التعليمية والتعلمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر